الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه منه السماوات ومنه الأرض ومنه ما شاء الله من شيء بعد أهل السناء والمد حق ما قال العقد وكلنا لله عقد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مأتي لما منعت ولا يوفع ذا الجد من كالجد والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في محتم التنزيل في صورة قارف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حب الولين ذكر الله تبارك وتعالى الإنسان بخلقه وبيّن الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما يخفي الإنسان وما يُعلم ونحن أقرب إليه من حب الولين ونحن هنا المقصود بها الملائكة قال العلامة ونحن أقرب إليه من حب الولين المقصود المقصود الملائكة ومتى هذا الكلام قال إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد نحن أقرب إليه من حب الولين وهو الحبل العنق إذ يتلقى المتلقيان وهما الملكان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال ما يلفظ من قول يتلقى المتلقيان ما يلفظ من قول ومن عمل بيتلقوا طوال وبيكتن عن اليمين وعن الشمال قعيد يجلس ملك على اليمين وملك على الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب وبالصفة لكل واحد من الملكين مش واحد اسم رقيب والتاني عتيب لا أي واحد منهم هو رقيب عتيب رقيب أي مراكب بيتبع عملك وبيكتب كل شيء يصدر منك رقيب وعتيب معناه معدل لهذه المهمة بيوظيفته ما عنده غيره ما بينشغل عنها ما بيضيع عنه شيء من عولك وهو معدل لهذه المهمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب أي كلمة يقول الإنسان مكتوبة حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله وكان في مرض الموت قيل له إن التابعي طاوس رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية إن الملكين يسجلان على العبد حتى أنين المريض لما يئن المريض مكتوبة وكان الإمام أحمد يئن من المرض فسكت حتى مات ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيب عتيب جاء في حديث بلال إذن الحارث المذنين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب كلمة يقولها العبد ما يظن أنها تبلغ ما بلغت فيرفعه الله تعالى بها فيكتبه في رضوانه كلمة واحدة من الخير إن تقول الله يرفعك بها ويسجلك عند في رضوانه إلى يوم تلقى أو إلى يوم تلقى ربك قال ورب كلمة يقولها العبد ما يظن أنها تبلغ به ما بلغت فيكتبها الله تعالى من سخطه تكون من سخط الله فيكتب العبد في سخط الله إلى يوم يلقى ما يرفض من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت شكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييب نحن بنهرب من الموت ما كنت منه تحييب بتطهروا بتفرد دير تعيش بدنيان وَلَتَجِدَنَّا قال لأنه عملوا بعدين كعب وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ الْنَّاسِ عَلَى حَيَاةِ وَرَبَّنَا يَا مَنَكِرَا حَيَاةِ حَيَةَ عِيْسَةً وَحَيَةَ بَا إِسَةً وَحَيَةُ كُلَّا مَشَكَ لَكِنْ حَيْصَ عَلِهُ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَنْفَ سَنَةً وَمَا هُوَ مِنْ زَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَلَّهُ مَصِيرٌ مِمَا يَعْمَلُونَ وَجَأَتْ سَكَرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ دَا الحَقَّ اللِّمَا مِنُّهُ مَفَرْ ما مننا من أحد صغير أو كبير زكر أو أنثى مهما طال بك العمر لابد من هذه الحقيقة وجاءت سكرة الموت بالحق لما نزل بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الموت وكان مغطى فجاءت عائشة رضي الله عنها تقول لعمرك ما يومي سرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصبر فكشف القطاع وقال لها ما هكذا يا بنيتي ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي المودة ما بفر منه إنسان إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقي نحن قال إنه ورانا وجارين منه وهو قدامنا قال فإنه ملاقيكم قدامنا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون اللهم صلى وسلم على ربينا محمد الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال ونفخ في الصور ذلك يوم الوهي بعد ما مات العباد وهلك الجميع ونفخ في الصور فالصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد اليوم اللي ربنا توعد فيه الكفار ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفسه معها سائق ملك بسوقة وشهيد ملك تاني يشهد عليها معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا انت غافل من تكله انت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك الغطاء دي الغشاول على البصر والغلاف الفوق القضب لأنه ممشوف الحج وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ في ناس قلوب عميانة وأبصار عميانة عن الحج قلوب مقفلة ما بدي تكشف ودي تفتح إلا يوم القيامة للأسف بعدين ويندم ولا فائدة من النذب أفرأيت من اتخذ إلهه أواء وأب الله الله على علم وختم على سمعه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ربنا قال فكشفنا عنك غطاءك الغشاوة القعدة في عينك اللي ما خلتك تشوف الحج والغلافة في جنبك اللي منعت من التوحيد وخلتك تتبع الشرك يتكشف بعضين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حاج يشوف أي حاج لكن ما في فرد وقال قرينه هذا ما لدي عتيب ده الملأ قرينك الكام في الدنيا اللي بيكتب عليه يقول هذا ما لدي عتيب كل مجاهز أي حاجة عملت مكتوبة كل مكتوب مسجد هذا ما لدي عتيب مكتوب بعدها ربنا يقول للملأ القياه في جهنم يلا كل كفار عنيد مناع للخير بيجب قدام الحج مناع للخير معتد ظالم مريد الذي يجعل مع الله إله الآخر في الدنيا عاش مشري يحن في غير الله ينادي غير الله يتوكل على غير الله يساوي لناساً كتار يعتقد فيهم ده قالوا ألقياه في جهنم دو جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريم الذي جعل مع الله إلهاً آخر فألقياه في العذاب الشديد نسأل الله السلامة والعافية اللهم اغفر لنا وارحمنا وتولنا بعفوه اللهم اغفر لنا من خشيته ما تحول به بيننا وبين معصيته ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصاحب الدنيا اللهم تولنا وتولى موتانا وارحمنا جميعا برحمتك الواسعة يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة ارحموا بكم